كنت مو مرست كذا لعبة دناما انت ركزت في كورة اليد ايه اللي حبيه في كورة اليد من رغم انها لعبة عنيفة شوية يا دكتور هي الحقيقة الفترة دي كانت تقريبا كل منتخبات مصر في المعهد بالزبط كان اسمه معهد سعيدنا في كلية فمثلا فكان قابل حلوانة دكتور كنا اه لا ما فيش حلوان ده كان معبط واسط اه يعني في كلية اللي هي في نفس المكان اللي هي الهرع فكان كل تقريبا اللي موجود جوه كلية لعبة منتخبات يعني قديلك مساء في كورة القدم طاق اسماعيل ميم درويش شحتة شحتة سيد الطباخ وهكذا بقى اسماء طبعا موجودة كله كانوا منتخب مصر كانوا منتخب مصر وكانوا موجودين حتى كان عندنا أستاذ منع خروج للتدريب قال احنا هنا تنتدرب في كلية كان في بيات عارفو انت كويس كان في بياتُ يا دكتور كان فيه درب ديكتور كان داخلي اللي هو الدكتور كمال صالح اه طبي اههههههه طبعاً كان منع وقال لا ويرخرجوا على المطر النادي اللي عليهم يخرجوا على المطر تمرينهم هنا تمرينهم هنا طب كان رلياه أرفع لكلام دعاء حاولوا معاه صلي شديد لا كان كان رليا كان شديد يعني بس احنا كنا فعلا بنتمر نجوه كله مرس احنا اما كنا في كله منمرس كل العام ونمتحم في كل العام في كل العام وانا كنت بحب الجنباز او لما اعطيت على الدنيا الجنباز ده كان بتوع الجيمز تملي اعداء الجنباز اه دكتور كامال يمكن انت لما مارست كرة الهد في الكلية رحت الهد الزمالك ساعتها بقى ولا كنت لسه رحت ارتباطا يعني ارتباطا لكن انا كنت مركز شوية في التفوق بقى يعني دي السنوات اللي انا بدأت اذاكر جامد فيها يعني انت اخدتها من واحد بقى جانب الدراسي 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 اكتر يعني كان تركيز انا كنت في العملي ماشي كويس كويس يعني كان تقريبا الارقام كويسة جدا او الدرجات يعني لكن الفترة دي ركزت فيها على الدراسة بشكل قوي لقيت نفسك فيها بقى اه فانا قلت بقى لازم انامي بقى الكلام ده وعاوز اوصل فيها الطريق بتاعها بالزبط ها الاساس ان كنت عاوز اثبت للأسرة مفيش حد تاني الليع برياضة فكنت عاوز اثبت للأسرة ان الرياضة شيء كويس يعني وصلت فيها الحمد لله طيب برضو نرجع للسؤال تاني انت لما كنت في كلية تربية الرياضية انت قلت انت ابتنتمي النادي الزمالك انما مروحتش مسلتي النادي الزمالك لا ملعبتش النادي الزمالك انا لعبت منتخب المعهد العليا كان زي منتخب مصر الزمان بالزبط اه انا لعبت منتخب المعهد العليا اه وبعدين لعبت في سبورتنج اسكندرية اسكندرية بان تعينت معيد في اسكندرية مش في الهرم يعني لو تعينت في الهرم كنت لعبت النادي الزمالك انما لعيت نفسك في اسكندرية في اسكندرية فبقى انت ديت ادخل في عمليات اللعب ها فلعبت في سبورتنج وعملت مجموعة من الأجسام الكبيرة كانت تباغي بقى اللعبة جوا كلية من طلبة الارياف وروحت اخدهم معهم مدربهم واخدهم معي ناد سبورتنج عملت فرقة يعني الاول ناد وبعدين عملت فرقة اه وبتدينا نشتغلوا عملنا شغل كويس كان ساعتها بقى الاندية الكبيرة السموحة الهندبول والزمالك والاهلي والجزيرة دي كانت الاندية اللي هي اللي هي بقى متفوقها في كورة الياد سبورتنج كان بقى منافسة بين سبورتنج وسموحة زي اهلي وزمالك في اسكندرية بالزبط طيب هل انت تفتكر كده اول جيل انت كونته لعبت بيه في دور العام مثلا من سبورتنج طبعا زي زي مختارة ابو زادة دكتور مختارة ابو زادة مثلا ده كان كابتر فرق وكان حارس مارمو كان حارس مارمو مصر محمود عوض كان بيلعب بسكت وبيلعب هندبول اشرف بكير عشرف بكير طبعا اه فدي الاسماء اللي في دماغي بعد كده جا جيل بقى خالة حمودة سيد اسلمان يعني نجوم نجوم تسموحة كان بقى احمد احمدين وعرفان بيدير طبعا مجابر الحارس المارمو يعني عملت كونت كونت بقى هنا يعني زي بيقولوا ايه النواية بتاعت الفرق بالزبط واستمرت فيها استمرت فيها بقى بس انا يعني وانا بلعب على طول كان ساعتها منتخب اسكندرياد واحد داخل منتخب مصر خلال ثلاث سنين روح طلق الباس يعني انت ما دخلش هنا الزمالك الا بعد ما رجعت اه طبعا انت لعبت منتخب مصر قبل ما تلعب محل كمان قبل ملعب محل قبل ملعب محل في الزمالك في الزمالك اه ما نقصد كده لكن مرجعت بقى انا اصلا طبعا في القيارة يعني انا رحت النتيجة لل كان العميد ساعتها بيعتبرني يعني الى حد ما شاء شوية اولا حاجة بدأ بقى مشوارك اه بدأ مشوارك في نات زمالك من واحد وسبعين اتنين وسبعين بالضبط بدأت بقى تتكون بقى الجيل الزمال اه كان ترتيبهم بعيد اه يعني كان فيه 12 فريق احنا كنا الـ 12 الـ 12 فطبعا ما كانش لسه بقى جات الحاجات في الخارج ده الهند بقول بيتلعب ثابت على الارض تكتيكيا يعني اه مفيش حركة يعني بيلعب على المناطق زي الكورة كده يعني يلعب تشكيل ويبضل ثابت ميتحرك ايو ايو الوقت كله متحرك طبعا وكان كمان الاجسام زغيرة وليه الاجسام انتو بتشوفها برضا الهضبة دي طبعا انا يعني عشان نلحق اه اشتغلنا على ان الاجسام زغيرة موجودة يبقى تشتغل على المانتو مامبرس او تقلقى اه حاجة تكتيكية بقى جفاع فرض الفرض ضاقت يعني اه اه فكان طبعا مفاجأة للفرق يعني اه اه حاجة جديدة اه مش موجودة وكده فطبعا كان برضا عاوزها دي اه تحمل عالي لقيت استجابة من اللاعبين انها بتستغل الكلام ده اه هم عايزين هم عايزين هم عايزين كلهم كانوا طلبة وطلبة متميزين اه كانوا في طب وهندسة وكده درية الاستعاب بقى عالية هو دي كمان الدفاع الفرض الفرض ده عاوز زكاء طبعا لان فيه عمليات التسليم والاستلام يعني انت لو اسيبت واحد بقى جهو جهو لا والمالعب داية والمانت ومان دي كمان رزلة اوي صعبة اه فلما بتعملها انت بتضمن تحركات الرجلين اه وهي حالية اللي تفكرت القدم نفسها مش عاوزة بس انت بقى كنت بتدي تحمل عالي اوي وجلد عند اللاعب اللاعب بقى بقى ابتدينا ندخل صلط الحديد دا اللي هي حكاية اه طب احكينا اه كان ساعتها الله يرحمه كابتن علاء الحمول الله يرحمه يا عسينيه كابتن علاء كان عامل جيمينيزيام جوه النادي ها للاعضاء وهو اصلا للفرق ايوه الفرق ما بتروحش اه يقولك هلع الحديد يشد الاعضلات مش عارف ايه تفكير القديم انت بتعمل تبرينات خاصة مناسبة لنوع اللاعبه طبعا اه فابتدينا احنا العملية دي دخول صلط الحديد طبعا الاول كانوا مطرددين شوية والمتخيانين متخوفين اه وبعدين شوية شوية لقوا ان اجسامهم بتتكون بقى عنده قوة واحنا طبعا في الهند بول القوة اساسية ما ده اساسي كل اله سواء في الدفاع سواء في الوجوه طبعا فيها استخدام للجسم مع الفتنس مع الفتنس طبعا وابتدينا بقى المشوار بتاع اله الاسقال والتدريب بالاسقال ده كان جديد في المصر لقيتها استجابة بقى بسرعة استجابة سريعة وكان منا المشوار وابتدينا نقرب في النتائج نعم ابتدينا نقرب في النتائج النتيجة للمانتو مان برس وعدم تعود الفرقة الفرقة عليها والتانية ما شافتش بقى مش حاجة زي كده اه بالزبط اه واتذكر في الفترة دي بدأت بعض الفرق اه تنقل لان فيه رجع من ألمانيا معايا كان خد مصر بس ساعتها الدكتور عبد فتاح عبدالله اه سموحة سموحة وكان مستشار الاتحاد كورتليان بدأ ملاقك دخلت الحاجات دي وكلها بدأ وابدأ يشتغل في سموحة اه بنفس الطريقة بنفس الطريقة كان عنده برضو لعيبة ستار كانوا مجموعة كبيرة منهم عرفان بدير واحمدين وجاء منتخم مصر يعني كلهم كانوا منافسين طبعا يعني هما في الفترة دي كانوا بيطلع تاني اول اه دكتور عبدالله برضو في مصر من هنا لا من المانيا ايه بقى كان موضوحة كان عبارة عن ادارة وتنظيم الرياضة ساعتها كان لسه الجمهورية العربية المتحدة نعم طبعا عملناها انا جيت هنا جيت هنا عشان اخد البيانات جيت هنا واشتغلت مع ال مع وزارتي كان ساعتها المجلس الاعمال مجلس الاعمال الشباب والرياضة وكان ساعتها ما يرحمهم بقى كان اللي مسكوا عبدالحاميد حسن دكتور عبدالحاميد حسن وكان معاه رئيس جهاز الرياضة عبدالعزيز حسن كمان اه لا كان معاه جمال نظيم اه جمال نظيم وكان سعيد حشبت بعديهم لا بعديهم بقى سعيد حشبت اه 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 دي كانت المجموعة اللي كانت وبعدين مسك مكان جمال نظيم الاستاذ الكبير ومصطفى الحلفاء ايوا بدأت بقى من هنا بقى طيب اه انا ما ابدأ اتكلم بقى في الجزئية دي يا دكتور وينتا واستاذ في الحتة دي بالذات الرياضة علم ولا صناعة ولا خبرة ايه اللي يجي قبل التاني هو الرياضة علم علم يعني اللي يجي في الاول كليات التربية الرياضية اه في العالم ما بقى اسمها كلية علوم الرياضة علوم الرياضة اه وطبعا علوم الرياضة انت عارف انها بتعمى مع الانسان طبعا فانت يعني كل شغلك مع الانسان اه فالشغل الانسان عبارة عن ايه عبارة عن ثقافة طبعا وفكر ورغبات وبيول وانت نفيه واحتياجات اه وقدرات اه وطوافقات فكل دا انت بتشغل عليه فانت بقى اتقسمت كتير يعني حضرتك لما كنت في بقى تخصصات بالزبط كده تخصصات كتير بقى في اقسام علمية كتير اه يعني مثلا انت حاليا احنا بنخرج ايه انا كم زمان بنخرج معلم تربية رياضية ايوا الوقت احنا بنخرج اداري اداري او ادارة قسم الادارة يطلع اداريا نعم او اخصائي بنخرج اخصائي علم نفس الرياضي وده بقى البديعنا من استوى العلم دي من الحاجات المهمة جدا من بدل اه طبعا احنا لسا الايام دي اه ابتدينا بتدوا يقتنعوا الفرق القومية انها تابقوا لا اهم اقاموا من النوم واعدي نفسي اهم اقاموا من النوم ايوا لا مع اللجنة العلمية اللي عملها الدكتور قاشر صبحي اه اللي انا بتشرف برئاستها يعني اه ابتدينا ندخل العلم مع اول وزير رياضة علمي استاذ نعم ودي من الحقيقة المحاسن اللي عملها في خامة الرئيس نعم نعم